قال أندري بيلوسوف إن لدى روسيا قيوداً صارمة على استخدام الأسلحة النووية، أي رداً على عدوان باستخدام أسلحة الدمار الشامل، أو رداً على تهديد بقاء البلاد، حيث أن الوضع الحالي لا يفي بهذه الشروط. وقال بيلوسوف إن التأكيد على وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى ليس صحيحاً، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر في وقت سابق بنقل قوة الردع القوة النووية الاستراتيجية مؤقتاً إلى حالة استعداد قتالي خاص، خاصة للفرق في مركز قيادة القوة الاستراتيجية لتعزيز قوتها البشرية على الواجب، الذي يعني زيادة اليقظة، وهذا شيء مختلف تماماً عن حالة التأهب القصوى للقوات النووية الاستراتيجية. وفي الأول من الشهر الجاري، قال بوتين إنه لن يكون هناك رابحون في حرب نووية، وأنه لا ينبغي شن حرب نووية. بالإضافة إلى ذلك، قال بيلوسوف إن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى في الثاني من أغسطس عام 2019. ومع ذلك، ومن أجل منع جولة جديدة من سباق التسلح، تتعهد روسيا من جانب واحد بأن لا تكون أول من ينشر صواريخ محظورة بمجيب المعاهدة في المناطق التي لم يتم فيها نشر أسلحة مماثلة تنتجها الولايات المتحدة، كما دعت روسيا الولايات المتحدة وحلفائها إلى القيام بنفس الشيء.